تحياتي أحبائي وأعزائي متابعوا برنامج ستون دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة في هذه الحلقة القسم الثاني من الحلقة كما هو في كل مرة نتناول فيه واحدة من الخرائط التفسيرية في الجغرافيا للمواقع للسياقات العسكرية التي تجري وفي هذه الحلقة سنخصصه للعراق في العراق حيث هناك تجاذب تركي عراقي حول انتشار قوات تركية داخل الأراضي العراقية سنبين الذي يجري في منطقة الموصل وما يدور حولها ما هي أهداف الحركة التركية كيف يمكن قراءة الموقف العراقي والأبعاد والاتجاهات التي يمكن استنتاجها بناء على ذلك القسم الثالث وهو المحور الأول من البحث السياسي لا يزال الموضوع هو سوريا طبعا وفي قلب الحديث عن سوريا هذه المرة التصريحات الجديدة لوزيري خارجية أمريكا وفرنسا جون كيري لوران فابيوس حول الرئيس بشار الأسد التغير التبدل في الموقف طبعا شرعية الرئيس الأسد لا تستمد لا من كلام كيري ولا من كلام فابيوس لكن نحن هنا في إطار تحليل ظواهر تفسير مواقف هناك تغير واضح في الموقفين الأمريكي والفرنسي هذا التغير يأتي عشية انعقاد مؤتمر المعارضة في الرياض السعودية ماذا تريد من جمع المعارضة فرنسا وأمريكا ماذا تريدان من توقيت مواقفهما عشية انعقاد مؤتمر المعارضة بين رحيل الأسد شرط للوصول إلى تسوية سياسية وبين الكلام الفرنسي الأمريكي ليس شرطا بل لابد من التفكير بالتعاون بين المعارضة والحكومة السورية في ظل الأسد في مواجهة الإرهاب تفسير هذا معه وإلى جانبه ماذا تعني الغارة الأمريكية أو غارة قوات التحالف على موقع عسكري سوري في دير الزور واستطراضا كيف نقرأ الاتجاه العام المسار العام لتطور الأحداث في سوريا القسم الرابع يعني اللي هو البند الثاني في قراءة المشهد السياسي لبنان في لبنان لا يزال الأمر في دائرة الاستحقاق الرئاسي والتجاذبات التي أطلقها كيف نقرأ موقف جعجع كيف نقرأ حركة المرشح النائب سليمان فرنجي موقف حزب الله كيف نتوقع أن تكون أيضا الصورة الإجمالية لهذا التجاذب الدائر حول الملف الرئاسي بوجود مرشحين منتميين إلى الخط السياسي لخيار المقاومة وسوريا وهما العماد ميشيل عون وسليمان فرنجي في القسم الخامس وهو القسم المخصص للأقاليم أقاليم العرب سنتوقف أمام إقليم المغرب هذه المرة طبعا وفي إقليم المغرب سنكون أمام ليبيا ومشاريع التسوية التي يجري الحديث عنها في هذه المرحلة والمواجهات العسكرية الدائرة وقراءتنا لموقع العلاقة بين المشاريع السياسية والمواجهات العسكرية وأفاقها القسم الأخير المتصل بالأسئلة والأجوبة يتصل بأسئلة وأجوبة يعني بأسئلة متعددة طالت ما كنت قد تحدثت عنه في حلقة سابقة وكتبت عنه في مقالات سابقة حول استحقاقات نهاية العام وهل فعلا نحن أمام مؤشرات تقول أن رؤوس الجسور للتسويات السياسية يجري السعي ويبذل الجهد من أجل إنجازها قبل نهاية العام في اليمن في سوريا في لبنان هل نحن أمام استحقاقات تريد أن تنهي العام بوضوح رؤية سياسية أي بوضع الحلول على النار باتجاه بدء إنضاجها ليكون العام 2016 هو العام الذي يمكن أن تتبلور فيه نهايات واضحة ومحددة لهذه الملفات الساخنة المفتوحة هذه العناوين كلها سوف تتوزع معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج ستون دقيقة مع ناصر قنديل فاصل ونذهب إلى القسم الثاني من الحلقة وهو المتصل بالخرائط خريطة اليوم كما قلنا سنتحدث فيها عن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية في منطقة الموصل ماذا يعني تركيا وماذا يعني عراقيا فاصل ونعود أحبائي هذا القسم الثاني المخصص للخارطة كما قلنا سنتناول فيه المداخلة العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية وما أثرته من جدل ومن تحديات وصلت إلى حد توجيه انذار عراقي للأتراك بسحب قواتهم هون دامنا الخريطة نحن العراق سوريا تركيا مثل ما شايفين يعني أولا نعم ناخد الجانب التركي الممتد على أطراف سوريا والعراق الشمالية اللي هي مناطق بسورة أو بأخرى ينتشر فيها الأكراد بالعراق طبعا شمال العراق بنسبة أكبر يعني خصوصا الشمال الشرقي العراقي كما هو الجنوب الشرقي التركي يعني فيه تواصل بين جنوب شرق تركيا هلا لما منكبر الخارطة منشوف ديار بكر مثلا اللي هي نقطة الارتكاز الأساسية لتواجد الكردي في شرق تركيا ومنشوف مقابيلة أربيل اللي هي العاصمة التي يتمركز فيها الأكراد في شمال العراق رح يبين معنا بوضوح أنه منطقة الموصل اللي هي منطقة مختلطة ليست كردية بالذاكرة أوتوماتيكيا لما كنا نحكي عن شمال العراق نتخيل كأنه هيك شمال العراق مقطوع بالأفقي بالعرض ومنه وطلوع كله مناطق كردية وهذا غير صحيح المناطق الكردية هي هذه المناطق الجبلية التي تبدو حتى أربيل مثل ما شايفين على أطرافها السليمانية هي الأشد تجدرا فيها يعني هاي المنطقة الجبلية اللي كاركوك وأربيل على أطرافها الموصل حكما ليست جزءا منها هي مناطق الأكراد يعني لحد أربيل آخر شيء ولحد أطراف كاركوك آخر شيء وإلا كاركوك هي مختلطة أصلا أما السليمانية فهي العمق الذي يمكن أن نتحدث فيه عن وجود ثقل المناطق الكردية هاي الجبال المتصلة بجبال شرق تركيا حيث يتمركز الأكراد من ديار بكر إلى الشرق المشكلة عند الأتراك طبعا هاي كلها مناطق كردية مردين صيبين كلها مناطق كردية في شرق تركيا هاي سيزر إذا بنرجع من التذكر المعاهدة التي جرى الحديث عنها لتقسيم المنطقة بنهاية الحرب العالمية الأولى هاي هي سيزر التي يقال معاهدة سيزر واللي مبينة عندنا هي نقطة تقريبا على الحدود السورية العراقية التركية معا حيث جلس الفرنسيون والبريطانيون وقاموا برسم القراءة التنفيذية التفصيلية وطبعا هون مبين معنا الحدود السورية مع تركيا شايفينه مثل ما قلنا هذيك المرة كان ممكن ويفترض من هون تكمل إلى البحر لكن السطو التركي على إقليم إسكندرون جعلها تتعرج جنوبا حتى تضم لواء إسكندرون إلى السيطرة والهيمنة التركية هلأ من هون الأتراكي بيدخلوا بها جبال لهي جبال كردستان تحت شعار مطاردة حزب العمال الكردستاني بيفوتوا من هون بيفوتوا من هون بيفوتوا من هون لكن هذه المرة الحديث يجري عن شيء آخر الحديث يجري عن توغل تركي في منطقة الموصل طيب هذا التوغل التركي في منطقة الموصل هون مبينين عنا آخر نقاط الأكراد اللي هي زاخو دهوك لما بنوصل على الموصل صرنا عم نحكي عن منطقة فيها أغلبية عربية والأغلبية العربية متعددة دينيا عم نحكي على مجرى نهر دجلة هذا المجرى هاي المنطقة البحيرات التي يتوغل فيها الأتراك الآن لأسباب ما إلى علاءة أبدا لا بمطاردة حزب العمال ولا إلى علاءة بأمن قومي تركي إلى علاءة بمحاولة الاستعداد لمسط السيطرة على جزء من الجغرافيا العراقية انطلاقا من الاستعداد لأيضا جزء من الجغرافيا السورية لأنه هون عم نحكي الموصل عم نحكي معها القامشلي عم نحكي منطقة الحسكة هاي على حدودها المباشرة وبالتالي في هذه المنطقة ما في مشاكل تستدعي من الأتراك حتى الادعاء بأنه هني موجودين من أجل مقاتلة داعش يعني سنجار ما احتاجت لشراكتهم تلعفر بصورة أو بأخرى داعش لا يزال موجودا فيها والمعركة على الموصل يعني الأتراك لهلأ ما أبدو استعداد أن يكونوا شركاء فيها شو مبرر أنت مدخل ثلاث أفواج ومدخل معها مدرعات ومدخل معها آليات ومدخل معها عناصر وحدات خاصة ومدخل معها مدفعية بتقول أنه هذا للتدريب هذا سطو هذا انتهاك للسيادة العراقية وأنا بهذا الموضوع في الحقيقة بعتبر رغم كل ما يمكن أن يقال عن شخصية رئيس الحكومة العراقي الهادئة أو المرنة أو التي تتسامح في موقفين في هذا الأسبوع موقف له علاقة بالتدخل الأمريكي بإرسال قوات خاصة وموقف له علاقة بهذا التوغل التركي في منطقة بحيرات خنق يعني اللي على نهر دجلة هاي هي بحيرات خنق اللي أو خانك يعني التي يتمركز الأتراك في أطرافها هذا الموقف للحكومة العراقية هو موقف سيادي والموقف من رفض مجيء وحدات خاصة أمريكية إلى العراق هو موقف سيادي أيضا وفي كليهما طبعا العراق إذا بئي ونجح بأن يبقى خارج إطار المداخلتين الأمريكية والتركية بالتأكيد هو يحسم خياره المستقل يحسم سيادته المستقلة واضح أن الأتراك في هذا هم يستندون إلى نوع من التنسيق بينهم وبين جماعة البرزاني في كردستان لأنه إذا قلنا هاي الموصل هاي أربيل كانت قوات البشمرقة عم تقاتل بسنجار هاي سنجار يعني هاي المنطقة كلها مفتوحة للحركة أمام الأكراد لأنه داعش مش واصل إليها وهاي المنطقة على الحدود مع تركيا اللي الأتراك فيها عم بيحاولوا يعملوها منطقة نفوذ هاي المنطقة كاملة بين الحدود وبين الخط الذي يذهب من الموصل إلى تلعفر إلى سنجار وصولا إلى الحدود مع سوريا هذا الطريق الفاصل يعني وهي المنطقة مش صغيرها هاي المنطقة إذا أخذناها يعني وقلنا شو بتمثل حجما عم نحكي عن منطقة يمكن حسب تقديري تعادل مساحة لبنان يعني بين 8000 و 10000 كيلو متر مربع لذلك يعني لابد من التنبيه إلى أن التمدد التركي في هذه المنطقة هو تمدد استباقي لحجز مقعد في الجغرافيا العراقية واستطراضا محاولة التأثير على الجغرافيا السورية من هذه الزاوية الموقف العراقي يستحق التنويه ويستحق التأييد والموقف التركي لا بد من التنديد به بصفته انتهاكا للسيادة العراقية وتماديا في محاولة وضع اليد على جزء من الجغرافيا العراقية هذا هو القسم الثاني أعزائي فاصل ونذهب إلى القسم الثالث والمتصل مباشرة بمستقبل التطورات في سوريا ما الذي يجري في مواقف كل من كيري وفابيوس ماذا سيجري في مؤتمر المعارضة في الرياض وكيف نتوقع اجتماعات نيويورك القادمة فاصل ونعود تحياتي أحبائي هذا القسم الثالث من حلقة اليوم من برنامج ستون دقيقة مع ناصر قديل هذا القسم كما قلنا هو المحور السياسي الأول المحور الأدسم الأثقل الذي دائما يكون فيه العنوين الأشد طرحا للأسئلة والتي تتركز الحلقة في محاولة تقديم الأجوبة عليها في هذا القسم أمامنا سوريا وما الذي يجري في سوريا وما الذي يمكن أن يجري في سوريا وثلاثة عنوين متداخلة متصلة في ما بينها العنوان الأول هو التغيير في الخطاب السياسي الفرنسي والأمريكي والعنوان الثاني هو مؤتمر الرياض للمعارضة السورية والعنوان الثالث هو الغارة الأمريكية أو غارة التحالف على موقع للجيش السوري في دير الزور وبين هذه العنوين الثلاثة بالتأكيد هناك رابط وهذا الرابط هو الاجتماع المقرر في نيويورك في الثامن عشر من هذا الشهر وهو الاجتماع الذي يشكل الحلقة الثالثة من المسار الذي بدأ في فيينا واحد وفيينا اثنين وكان يفترض أن تكون فيينا الثلاثة أو باريس وإذ بها تكون في نيويورك لماذا في نيويورك؟ لأن أمريكا الآن تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر ويرغب الأمريكي كونه يترأس يعني وزير الخارجية الأمريكي أن يكون هو رئيس جلسة مجلس الأمن بأن يكون في نيويورك لماذا؟ هذا له تفسير واحد أن تكون هناك اتفاقات واضحة ومحددة يجب الذهاب بها إلى مجلس الأمن لاستصدارها بقرارات والشيء الأكيد من خلال المسار الذي بدأ النقاش فيه في فيينا هو أن تصنيف التنظيمات الإرهابية يجب أن يصدر بقرار عن مجلس الأمن وأن تفاهما تم في فيينا على أن داعش والنصر مصنفان إرهابيان لكن الباقي يجب أن يحسم أمره حتى يرحل إلى مجلس الأمن ويصدر بلوائح تصنف التنظيمات الإرهابية فإذن أول شيء فينا نستنجو من إنعقاد 18 الشهر في نيويورك هو أننا سنكون أمام محطة فاصلة تتصل بتصنيف التنظيمات الإرهابية سبق هذا كلام عن اجتماع في عمان خاص بالتصنيف وسبقه رد إيراني على هذا الاجتماع شمل اجتماع عمان واجتماع الرياض المخصص للمعارضة بالقول أن هذين الاجتماعين يقعان خارج السياق الذي رسمه لقاء فيينا وأنهما محاولتان لوضع اليد على ما ليس من صلاحية لا عمان ولا الرياض الذي يعد لنيويورك إذن هو استرداد ملف تصنيف التنظيمات الإرهابية من عمان أو من محاولة أن يكون ضمن المحور الآخر دون شراكة روسيا دون شراكة إيران دون شراكة العراق دون شراكة هذا الخط الذي يشكل بصورة أو بأخرى دعما وامتدادا لموقع سوريا وبالتالي أن يرحل الأمر إلى نيويورك هو أمر جيد لأنه في نيويورك سيكون لإيران لروسيا للعراق للبنان كلمة في عملية التصنيف التي تجري تحت عباءتها محاولة تحييد تنظيمات إرهابية من التصنيف باعتبارها بشكل أو بآخر تعمل تمويلا وتسليحا ورعاية ضمن دائرة التعاون أو الرعاية التركية السعودية تصنيف إذن لما بيرو على نيويورك بصير قدرة انتباقه مع الحقائق والوقائع أعلى لأن حلفاء سوريا حاضرون وإذا أخرج من نيويورك إلى عمان رح يصير فرصة تهريب عدد من التنظيمات الإرهابية وإخراجها من اللائحة احتماله أكبر وبالتالي إذن نيويورك بدروا على التصنيف يعني الأمريكي يقول بصورة غير مباشرة أو مباشرة أنه يريد تصنيفا للتنظيمات الإرهابية يراعي المعايير التي تلتزمها روسيا وإيران ويراعي فرضية تم الاتفاق عليها في فيينا وهي أن الأولوية هي الحرب على الإرهاب هذان مؤشران إيجابيان وهذان المؤشران الإيجابيان سيساعداننا على فهم معنى التبدل في الموقفين الفرنسي والأمريكي يعني أنه يكون الأمريكي بده يعمل اجتماع نيويورك منتج مش مجرد مضيع للوقت مش مجرد مكان لممارسة الضغوط والحروب النفسية والتهويلية طالما أنه عاجز عن أخذ ما يريد في منطق العداء لسوريا بظل الوجود الروسي العسكري والثقل السياسي لروسيا في مثل هذه الاجتماعات والحضور الإيراني الذي شكل بالأصل حضورها في فيينا يعني العلامة الفارقة بعد الفيتو السعودي الممتد لأشهر والفيتو الفرنسي معه ومعهما بعض أطراف أو ما يسمى بأطراف المعارضة وتركيا وغيرها هذا يعني أن أمريكا جادة بشيء ما جادة بأن يكون لعنوان اللقاء في نيويورك قدرة إنتاج الكلام الأمريكي الذي سمعناه مؤخرا يصب في ذات الاتجاه ومعه الكلام الفرنسي شو اللي الأمريكان الأمريكان من بداية الأزمة هم يدركون استحالة إسقاط الرئيس الأسد من اللحظة اللي جاءت فيها الأساطيل وحاول الأمريكيون أن يدخلوا الحرب لأنه معروف بمثل هذه الحالات أنه شو بييد الأمريكان يعملوا؟ المناشد أنه هني مصدقين أنه إذا ضل أوباما يناشدوا للرئيس الأسد صبح ومسى أنه الرئيس الأسد حيخجل من مناشدة أوباما ويقول له تكرم عينك رح تنحها في للتنحي أشكال شفناها شفناها بالشكل المصري والتونسي لهي أنه بين حركة الشارع تحتل العواصم والمدن ومعها الجيش يحيد من أن يكون مدافعا عن الرئيس وبيجوا المخابرات بيقول له للرئيس يا سيدي خلص الموضوع إذا بتريد البلد ما أدري ألعبت هذا بدك تفدي البلد بوجودك ببقاءك في الرئاسي ومن أمن لك السفر من أمن لك الإقامة من أمن لك المنفى هذا بروسيا بسوريا ما زبط بسوريا لا بالشارع يدروا يعملوا الحركة اللي عملوها بتونس وبمصر مثل ما قال محمد حسنين هيكل أنه شفنا بالقاهرة ملايين بس ما شفنا بالشام وبحلب ملايين وبالتالي شفنا ملايين بالشام وحلب مع الرئيس الأسد مش العكس طيب بالمقلب الآخر أن الجيوش تحيض واضح أن الجيش السوري كتلته الأساسية لا مثل الجيش التونسي ولا مثل الجيش المصري تقاتل مع الرئيس الأسد حتى الرمق الأخير شو بيئي بيئي على الطريقة الليبية انه ينزل الناتو طيب الناتو ما ادر ينزل لانه لا ادر ياخد القرار بمجلس الامن مثل القرار اللي اقض بليبيا ولا تجرى الناتو جمعته واعطيه واخذ فرصا مثل لما اجت الاساطيل تحت عنوان السلاح الكيميائي بس شعرت انه في معركة حقيقية قررت التراجع والانكفاء وفي الطريقة اليمني انه حدا بيمون مثل مسعودية بتمون على علي عبدالله صالح حالت له تنحى وقت عم نحكي انه بركي ايران بركي روسيا بيتعرضوا لضغوط الحصار العقوبات بتخلي ايران هذا الحكي قبل التفاهم النووي طبعا انه تقدر من اجل ان تحصل على التفاهم النووي تدفع ثمن وتقول انا علي بقول له للاسد تنحى او انه روسيا التي اشعلوا لها حرب اوكرانيا تخاف تخشى حرب النفط حرب الغاز الاسعار اللي عملوها عليها محاولة افلاسها اقتصاديا طيب هذا كله وصل الى طريق مزدود فاذا الامريكي من اللحظة اللي وصل بهذا الى طريق مزدود هو يدرك انه خلاص انتهى الزمان للحديث عن رحيل الاسد صار نوع من التسليه نوع من اضاعات الوقت بقي الامريكي يتحدث بهذا ارضاءا للسعودي للتركي وما عنده اخسارة شيء يعني لشو بده يتسرع هو وقته معه ومرتاح لوقته وانه حرب استنزاف خليها بين الجيش السوري والمجموعات الارهابية ينهك الطرفان يتعب الطرفان وبالاخر وقت اللي بصير الامريكي بحاجة لان يحسم المعركة لاحق انه ياخد الموقف المناسب الذي حدث امران وامران لا يمكن التحكم بالوقت معهما الامر الاول ان التموضع الروسي العسكري جدي وحاسم وحازم ووفر تحولا نوعيا في المسار العسكري قطع استاتيكو الذي كان قائما هذا التوازن اللي كان موجود خلال سنة وسنتين انه لا الجيش السوري قادر يعمل انجازات ولا الارهاب قادر يعمل انجازات يعني داعش والنصرة وبالتالي في حراك في المكان انه بيتقدموا بياخدوا موقع بمكان الجيش السوري بيتقدم بياخد موقع بمكان ولكن انتصار حاسم ما فيه رغم الذي جرى في القلمون رغم الذي جرى في اماكن اخرى هم اخذوا تدمر يعني مبين انه فيه كر وفر في هذه الحرب التموضع الروسي قطع الكر والفر خلص صار في اتجاه واحد نحن من شهرين وجاي في شي واحد عم بصير بسوريا هو الجيش السوري يتقدم والمجموعات المسلحة بألوانها وأشكالها وأنواعها تنهزم أمامه بجبهات معينة ببطء بجبهات معينة بسرعة من يعني لما منحكي سفيرة خناصر حول حلب جنوب حلب شرق حلب شمال حلب غرب حلب حمص مهين القريتين لما منحكي ريف دمشق الغوططين لما منحكي درعة منحكي نيطرة بكل الجبهات في تقدم للجيش السوري وحلفائه وبالتالي هذا العامل الأول إذن العامل الزمن هون ما عاد مفتوح إذا كل يوم الجيش السوري بيأخذ عشر ضيع وبيأخذ بلدي وبيأخذ أحياء مدينة وبيأخذ تلال استراتيجي في لحظة ما وهذه الحروب اللي بيعرفها بيعرفت شي عنا أنه في لحظة ما واحدة من هذه الانتصارات التكتيكية تتحول إلى انتصار استراتيجي بصير وراها الشيء اللي منسميه البانيك يعني الانهيار الدراماتيكي لأن الجيوش والمجموعات المسلحة والميليجيات تخضع لقانون واحد في الحرب في لحظة لا نعرفها يكون حجم الانهزام والانكسار تراكم 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 ووصل إلى الدروة فبصير يكفي مثلا أن يدخل الجيش السوري إلى أحد أحياء حلب حتى ترى الرقة تنهار ودير الزور تنهار ومواقع المسلحين تسلم نحن عشنا الاجتياح الإسرائيلي على لبنان ومنعرف أنه عندما سقط موقع في عين الحلوي صار الإسرائيلي بخلدي وعلما أن القوات المنتشرة من صيدة لخلدي كفيلة بأن تعيق التقدم الإسرائيلي إذا فيه روح معنوية وإرادة قتال ثلاثة شهر بس الحروب هيك والآن لا يعلم الأمريكي لا يستطيع أن يعلم الأمر ليس له علاقة بالعديد الموجود في مقابل الجيش السوري بس تبلش الحروب تاخد اتجاه واحد وتبطل كر وفر هذا قاعد علمي قانون من قوانين الحرب يعني لما بصير أنه المقاومة تتقدم على الإسرائيلي مثلا أخدت منه تلي أخدت منه التلي التاني أخدت التالتي بعد جمعتين الرابعة الخامسي السادسي بنهار الجيش اللي ما بينا لأنه ما عد فيه فرص وآمال بأن تصد الهجمة خلص قانون الحرب صار مبين أنه انتصار في اتجاه واحد مبين الآن في سوريا أن قانون الحرب هو انتصار في اتجاه واحد وهذا يعني أنه في لحظة لا نستطيع توقعها سنكون أمام واحد من الانتصارات يؤدي إلى انهيار شامل وهذا إذا حدث الأمريكي شو بعود عنده يعمل بسوريا لا بعود في يحكي بحل سياسي ولا بتعويم جماعات تاب على إله ولا بيحط شروط وخلص خلصت لصة لذلك على الأمريكي أن يسارع هذا العام الأول وهذا العام الإعاقته بالحركة التركية التي أجزم أنها كانت بغطاء أمريكي وصلت فشلت يعني دفعت إلى مزيد من التصاعد والحزم والحسم في الحركة الروسية أنه إذا كان مراهن أنه إسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك بده يخلي الروسي فرمله شوي لا يقوله لنا نترتب له أمور ونحكي ونتفاهمه ونحلح للخلاف مع الأتراك هذا ما حصل اللي حصل أن الروسي قرأها رسالة تحدي ورد على التحدي بأعنف وبدأ خطة عملانية بالدخول إلى مناطق بالنار ما كان يدخله يعني معبر باب الهوى من ضرب من الطيران الروسي إلا بعد سقوط الطائرة ومعبر باب السلامي من ضرب إلا بعد سقوط الطائرة وخطوط إمداد النفط أنابيب وقوافل من ضربت إلا بعد سقوط الطائرة ورفع شعار إغلاق كامل للحدود التركية مع سوريا بالنار إن لم يكن بالقرار من عمل إلا بعد سقوط الطائرة والأتراك ما انفرض عليهم التخلي عن المنطقة الآمنة ومقايضتها بالمليارات اللي أخدوها من أوروبا إلا بعد سقوط الطائرة يعني طارت المنطقة الآمنة وطار التدخل بالحدود ومعها طارت الرعاية للمجموعات المسلحة اللي كان يبعث لك تركي إمداد ويحيلها بالتغطية بالنار أنه حاضر وموجود ونازل السلخ يوم ورا يوم على جبل التركمان وجبل الأكراد والجبل الأقرع وجبل الزاوي ويتقدم الجيش السوري في تلك القرى وتلك التلال فالمنطقي إذن أن الأمريكي لم يعد أمامه إلا أن يلاقي هذا الحراك العسكري الذي قد يفاجئه بنهيار دراماتيكي بخطوة سياسية هذا واحد اثنين هذا من ميل من ميل تاني أن هذا الإرهاب الذي بدأ واضحا مثل ما الأمريكاني بيقرأ النصر وداعش وغيرون بيقرأ أنه المعادلة في التصنيف للإرهاب النصر ما عد فيها تحلم بأن تكون خارجها مصدرة بيانات فيينا وماضي عليها السعودي والتركي والأمريكي والفرنسي اللي كانوا واعدين للنصر بالتمييز عن الإرهاب وأنه من بيضها صفحتها ومن طلعها برها ومن ادمجها بالعملية السياسية ووقعوا على تصنيف الإرهاب وانتهى الأمر وأجبروا خلاص وبالتالي إذن ما عد حدا منهم عنده أمل بأنه خارج لعبة الحرب والكبس العسكري فوق رأسهم شغال وهذا التطور الميداني الذي يقرأه الأمريكي أنه سيبشر بانهيار دراماتيكي في لحظة ما جماعة داعش وجماعة النصرة ما بحاجة يحللوه لأنه هني وقوده هني اللي عم يحترقه هني اللي عم بيشوفه جماعتهم أنه قربت ساعة الانهيار لما بتنزل الصواريخ الاستراتيجية في الرقة وتصيب غرفة عمليات محصنة تحت الأرض ولما قاذفات التوبوليف تستهدف الأنفاق المبنية على عمق 15 متر وتقتل ولما بتبدأ العائلات تعتقادة داعش من نزوع من الرقة إلى الموصل عن طريق القامشلي هيدا هني بيعرفوه وبيبنوا عليه قرار طيب الآن الصحف الأمريكية تتحدث أن داعش بدأ يرسل قادته وكوادره وعتاده إلى سرط في ليبيا وأن ليبيا ستكون هي محطة الانتقال البديلة عن سوريا والعراق التي بات مدركا وإذا الكلام لما قلت أنا بالبدايات البعض جادل فيه أنه لا شو عم تصرفوا عساس أن الوجود بات مؤقتا في سوريا والعراق أنا أسمعه من يومين من ثلاث أيام على ألسنة خبراء عسكريين أوروبيين بيقولوا أن التمركز في ليبيا يجعلهم أقرب إلى فرنسا لأن فرنسا هي البيئة الحاضنة التي يمكن أن يراهن عليها تنظيم داعش هذا كلام إلنا نحن من شهر وبناء عليه إلنا أنه اللي بد يروح على ليبيا على فرنسا بدهم حتى وسيطة ليبيا هي المحطة الوسيطة وفي ليبيا يحاولون التجميع ويحاولون التوسيع ويحاولون الاستثمار على البعد المالي خاصة بعد ضرب الموارد المالية التي قام بها الروس بوسط الضرب أبار النفط وخطوط نقل النفط وقوافل نقل النفط وبالتالي شو لازم يعمل الأمريكي إذن إذا شايف هو أنه هذا الإرهاب بدون يقول طيب بعد تحليل لا نقلوا خلص الإرهاب ضرب بباريس طلع أوباما بعد اجتماع مجلس أمن قومي أهل أمريكا بأمان نحن لسنا على دائرة التهديد وإذ تطلع بأمريكا وحادث كاليفورنيا ما عد فيه إمكانية إلى يخبي وجه بالمنخ لأوباما منه يعني داعش رسمي وبالتالي صار داعش موجود بأوروبا موجود بأمريكا فوالزمنه داهم طيب إذا الزمن داهم بتقدم الإرهاب وإذا الزمن داهم بتقدم الجيش السوري تقدم الإرهاب نحو الغرب وتقدم الجيش السوري بدعم روسيا وإيران في السيطرة على الجغرافية الروسية شو بيعني هذا؟ بيعني أنه الغرب طالع بوش على الميلان ما كلها بأنه جاي لعنده داعش وتوابعها وما كلها بأنه كل اللي حطوا بسوريا طلع فشينج طلع سفر ماذا يجب أن يفعل؟ شيء واحد أنه كل اللي كان عم بيأخر ليقولوا يقولوا هلا متل لما بيقول هذا الخوري بالكنيسة لما بيكون عم بيجوز عريس وعروس من كان منكم عنده كلمة فليقولها الآن وإلا فليخرس إلى الأبد الأمريكي بها الوضع يابي أولى الآن يخرس إلى الأبد فقالها الآن قالها وقولها للفرنساوي معه أو قالها الفرنسي لاعتباراته وقالها الأمريكي للاعتبارات ذاتها وهي أنه هلا ما في حل إلا نحط إيدنا بيد الأسد هلا بيقولوها مرمغم بيقولوها منعثمي بيقولوها متأتأة لكن قالوها قالوا كل واحد بطريقه أنه ما عاد في مشكل بأن يكون الأسد أنه ما لازم الجيش والمعارضة يتعاونوا هلا مش وقت الحكي بالسياسي هلا وقت الأولوية في الحرب على الإرهاب والحرب على الإرهاب بظل الأسد فليكن المهم أنهم قالوها ليش قالوها هلا قالوها لأن السياق يذهب خارج نطاق السيطرة وقعد هذا السعودي المريض بعقلاته نفكر أنه القصة إذا جمع مئة معارض وطلعوا بيان وقالوا أنه ما في تسويه بسوريا وما في حل بسوريا إلا برحيل الأسد أنه بيحكموا العالم إجهل أمريكي والفرنسي والجهول والرسالي عشية مؤتمر الرياض ما هو المعارضة 3 رباعة عملة بيشتغلوا كتب التقارير عند الفرنساوي وعند الأمريكاني ترتعت فرائصهم لما بيسمعوا الفرنسي والأمريكي عم يحكوا هذا الكلام مين منهم بعد بيسترجي يفوت على مؤتمر ويطلع البيان اللي بيقول بأنه لا حل إلا برحيل الأسد كشرط للبدء بالتسوية بدون يلاقو لها طريقة يظلوا يقبضوا من السعودي وما يزعلوا الأمريكان والفرنساوي فرح يحكوا كلام من نوع المهم أنه في النهاية لا يبقى الأسد لكن مين الممكن الآن أن نبدأ بحوار يعني على طريقة كيف بدون يرتبوا ويزبطوا أوضاعهم لكن مؤتمر الرياض أصيبة بنكسة أصيبة بركلة أصيبة بصفعة ربما تجعل أنه لا يخرج بنتيجة وفي حكي من اليوم أنه بلشوا يتداولوا يا أخي بدل من طلع بيانه نتجرس لأنه مش قادرين نتفق تعوا نشكل لجنة من المؤتمر ونقول أنيطة بها التعامل مع العملية السياسية واتخاذ القرارات المناسبة هيك من نكون يعني سترنا الفضيحة لكن بكل الأحوال الكلام الفرنسي الأمريكي شكل سقفا سوف يحكم اجتماع نيويورك هذا هو المهم لأنه اجتماع نيويورك الرياضي يعمل يطلعوا البدنية مين عبرهم؟ مين عملهم إحساب؟ المهم في اجتماع نيويورك سيكون الكلام واضحا أنه العملية السياسية التي ستنطلق الآن هي غير العملية السياسية التي ستتم لاحقا العملية السياسية التي ستتم لاحقا متفق عليها وفق بيان فيينا صدديق اقتراع انتخابات والسوريون يختارون الآن شو كان؟ لأنه اللي بيقلك الفرنساوي والأمريكي الآن أن يبقى خلال المرحلة الانتقالية لكن يرحل بعدها وانتوا عارفين بعدها ما فيه لا رحيل ولا بقاء في انتخابات الحكي كان الآن الآن كنت تقولوا يرحل وبعدين بنعمل انتخابات إذا بطلتوا يرحل الآن يعني صار يبقى إلى الأبد لأنه بالانتخابات انتوا عارفين وراجع وانتوا عارفين أقلبيات الشعب السوري إذا خيرت ما استطلاعات الرأي اللي عاملين مراكز الدراسات والمخابرات تبعتكم عطيته 70% و65% و63% هذا التركي وهذا القطري وهذا الأمريكي المخابرات الأمريكية أي لسبعين بياخدوا الأسد وما كان بعده جاي الروسي وبالتالي إذن ما قاله الأمريكي الآن يصفع السعودي والتركي يركل المعارضة يسرع معادلة نيويورك من أجل أن تكون مسقوفة بعملية سياسية لها بعد واحد حكومة يتاح فيها للمعارضة أن تشارك مهمتها دعم الجيش في قتال الإرهاب وإذا عندهم جماعات مسلحة ممكن تشارك بلا أولى صيغة مثل الدفاع الوطني وغيرها إلى أن يكون الأمر انتهى مع الإرهاب ساعتها تكون ضمن إطار الدمج بالجيش أو فتح الفرص المشابهة مثل المجموعات المؤيدة للدولة التي تقاتل الآن في الميدان لكن الحديث عن رحيل الأسد كشرط لعملية سياسية طوية إلى غير رجعة وبالتالي صار في أفق الآن لأن يتم هذا التفاهم اللي بدوا يتتوج مع أول حكومة يشترك فيها بعض المعارضين بفك العقوبات وفتح السفارات وإعادة العلاقات مع سوريا وهني عارفين على فكرة أنه ما بيقدروا يستفيدوا استخباراتيا من العلاقة مع سوريا لأن هذا هو قرار الرئيس الأسد إلا بعلاقة سياسية الدولة اللي ما بتفتح سفارتها ما رح تاخد تأرير عن الإرهابيين اللي جايين من بلادها الدولة اللي ما بتحط سفير بسوريا ما في تعاون أمني وتنسيق استخباراتي معها وبالتالي هم يعلمون أن الطريقة كي يحموا أمنهم ببنك المعلومات السوري وأن بنك المعلومات السوري له مهر واحد إعادة العلاقات الدبلوماسية ولا يعملوا علاقات الدبلوماسية شو أدني أقوله أن الحرب على الإرهاب تقتضي بقاء الأسد ولماذا لا إذن في قلب هذا السياق هل يمكن أن نتخيل غارة أمريكية على دير الزور تهيئة لحرب كما سمعت البعض وقرأت البعض يقول أنا أقول بالمطلق أنا من مع نظريت الخطأ طبعا أنا رأيي هذا تحرش نصف مقصود وهذا التحرش نصف المقصود يريد أن يقول إن حادث الطائرة الروسية كما حادث دير الزور هي حوادث تقع لأن ليس هناك تنسيق عسكري بين قوى عديدة تقاتل في ذات الأرض وفي ذات الأجواء ولا بد من غرفة عمليات على مستوى الأمم المتحدة تنسق بين جميع الأطراف المشاركة في هذه الحرب شو عدا ما بدى ما صارت هاي القصة إلا بعد ما قالوا الأمريكان بالتعاون مع الجيش السوري إنه لازم نتعاون ولازم المعارض للتعاون لما كانوا يقولوا ما في لزوم للتعاون ما كانوا يصيبوه بالغلط للجيش السوري اليوم لأنه صار في فرصة للتعاون بالخطاب السياسي حدثت هذه العملية واللي برأيه بالآخر لا ما بقى توصل لا سوريا بقى تعمل حرب ولا الأمريكان بدون يعملوا حرب شو بدوا يترتب عليها؟ بدوا يترتب عليها أنه أخي طيبة نفتح تحييق وطلعوا مش عارفين وما معنا خبر وما حدا مخبرنا لأنه ما في تواصل ما في تنسيق لازم يصير تنسيق ولا يصير تنسيق لازم غرفة عمليات وباجتماع نيويورك سنقرر إنشاء غرفة عمليات في الأمم المتحدة تضع كل الأطراف المعطيات والمعلومات اللي عندها في هذه الغرفة وتراعيها الأطراف اللي بدوا يطلع بالطيران بقول أنا طالع واللي بدوا يضربوا بمنطقة بقول بها المنطقة واللي موجونين بها المنطقة بيخبروا هاي نقاطنا وتمركزنا حتى لا يتم استهدافهم بالغطاء وبالتالي هاي واحدة من عناصر التمهيد للحديث عن التنسيق أعتقد أن المشهد السوري السياسي والعسكري بات محكوما بهذه المعادلة وأن أي محاولة لقراءة اتجاهات أخرى له لا أعتقد بأنها تقارب الحقيقة فاصل ونذهب إلى القسم الرابع من هذه الحلقة لبنان رئاسة فرنجية عون جعجع الحريري ما هي الطبخة؟ ما هي الخلطة؟ أبعادها الداخلية والخارجية بعد الفاصل تحياتي أحبائي هذا القسم الرابع من حلقة اليوم من برنامج ستون دقيقة مع ناصر قنديل لبنان لبنان هلأ ما عاد ساحة هاميشية لبنان استرد مكانته كساحة رئيسية ليش كان ساحة هاميشية؟ كان ساحة هاميشية لأن الرهانات كانت متعاكسة حول ما يمكن أن يجري في سوريا القراءات الدولية والقراءات الإقليمية كانت كل واحدة منها في اتجاه يعني كان فيه خندقين متقابلين هن اللي بدون نصنعه التسويات وهذين الخندقين كل واحد منهم عنده قراءة مش بس ريهان مش بس خيار لا قراءة يعني الروسي والإيراني وحلفائهما يرون بأن الرئيس الأسد سينتصر يرون بأن سوريا ستنتصر الفريق الآخر كان شايف مش كان بس مراهن ومتمني أنه هو في عنده أمل في عنده فرصة بأنه إذا ما قدر يسقط الرئيس الأسد من اليوم اللي يسلم الأمريكي بأنه ما فيه أمل بالإسقاط بلش يشتغل على معادلة إعادة تنظيم الدولة السورية على أساس طائفة وأنه يكون رئيس الجمهورية في سوريا من الطائفة العلوية لكن بدون صلاحيات مثل متى الرئيس الجمهوري الماروني في لبنان وأنه رئيس حكومي سني بتعينه تركيا أو بتعينه السعودية على الطريقة اللبنانية وأنه هيك بتصير اللعبة وهيك ممكن تدار التركيبة وبعد أن سقط هذا الرهان أيضا كان فيه رهان ثالث على خصوصية ما عبر الحدود من خلال المخلب التركي من جهة ومن خلال حملة رئاسية بوجه الرئيس الأسد يموله السعوديون من جهة أخرى وكل هذا كان يمكن أن يوصل في الحسابات إلى لبنان شوفي ما في شي باللبنان أما وقد استقرت الرؤية حول سوريا وأنا رأيي مصار مقاربة الملف الرئاسي في لبنان إلا من البوابة السورية في اللحظة التي تيقن فيها الأمريكي وتيقن فيها الفرنسي أن الأسد باقن 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 بدأ الحديث في لبنان هلأ بدأ الحديث في لبنان لأنه من لبنان المرأي من لبنان بتفهم السعوديكي في أرى سوريا من لبنان بتفهم معادلة المنطقة عن مكانة المقاومة هذه المقاومة الخارجة منتصرة في سوريا يستحيل أن تلعب معها لعبة الهزيمة في لبنان ما هي وين بدأ تاخد فائد قوتها الذي راكمته على مساحة المنطقة بدأ تاخده بلبنان بلبنان بشو بدأ تاخده بالمساحة الشيعية ما هي مغلقة مشبعة في موقع شيعي مش محسوب بصف أمل حزب الله كتحالف وين بدأ تاخده في الموقع المسيحي الحليف وبالتالي في موقع الرئاسي اللي هو المعبر المختزن لهوية لبنان الإقليمية والدولية وبالتالي مجرد أن حسم الأمر وبتة بات منطقيا وطبيعيا أن تفتح العنوين الدولية والإقليمية في الرئاسة اللبنانية شو أي العنوين الدولية والإقليمية إنه بلبنان وهذا الحكي اللي باعتقد من المهم أن يقال لأنها أحدا لم يقله حتى الآن الأطراف اللبنانية عم بتاجر هلأ بترشيح سليمان فرنجي سعد الحريري بيده عشدرو بيقول أنا من طرح سليمان فرنجي وليد جملاط بيندخي بيقول أنا اللي رشحت سليمان فرنجي حقيقة هلأ طبعا نائب فرنجي منطقي أن يكون لائقا وأن يكون يعني متبعا للأصول والدبلوماسية في التعامل مع كل من يسميه هذا منطقي وطبيعي وخاصة نقول عنده النواب وبصوته وإلون دور وإلون مواقف في السياسة لكن أنا بما أنه ما عندي حسابات انتخابية فأنا أقول أمور كما هي الذي طرح معادلة الرئاسة في لبنان وبدأها كانت روسيا مش حدا تاني اللقاء الذي جمع بوتين وهولاند أنا عم بحكيكم معلومات هلا في هذا اللقاء قدم الرئيس بوتين نصيحة للرئيس الفرنسي انطلاقا من التفاهم الذي جرى بينهما حول أولوية الحرب على الإرهاب كقضية أمن وطني روسي وأمن وطني فرنسي وأن روسيا عندما تأخذ جانب الرئيس الأسد في سوريا هي لا تفعل ذلك لأنه صديق هي تفعل ذلك لأنه شرط من شروط الفوز بالحرب وأن فرنسا إذا كانت تشارك روسيا النظرة في أن الخطر على أمنها الوطني بات متفاقما وأن الرهان على ترحيل الإرهابيين من فرنسا إلى سوريا للخلاص منهم قد سقط وأن الذي يجري هو أن العشر الذين يرسلون يعودون ألفا لأن مدارس تفتح على أسمائهم في المساجد وفي عمليات التعبئة للجهاد بين هلالين تحت عنوان القتال في سوريا وأن إقفال الجبهة السورية هو الذي يمكن أن يأتي بالأمن لروسيا وفرنسا معا وأن هذا الإقفال كما يقول الأمريكيون مستحيل من الجو مستحيل من البحر المطلوب قوات برية وأن بقراءة القوات البرية طبعا ألا حكي نصر يعني فائد إمتو إذا بعد ما حكى كارين بارع بأنه بدك جيش سوري ما في غير وخي هذا اللي بقاتل نايم بننجيم قوات عربية صرنا عشر تيام من صرخ بدنا قوات عربية ما طلع الدولة عربية ايدا عسدرا وتنتخيه تقول بما أنه الأمريكان عم بيقوله مطلوب قوات عربية نحن القوات العربية سمعتولي حدا قال مين في مصر الوحيد اللي عنده جيش إذا بتقوله ما سمح لك تآتل برات بلادك طبعا هو بسوريا أقرب للدول والجيش السوري والرئيس السوري بس بديف طرد إذا بتقوله ما سمح لك بروع ليبيا اللي خاصرته فيها متعبي ومثخني وبالتالي مين في سعودي بد يجي قاتل بسوريا والله الإماراتي والله القطري بيجي حافلهي القطري النصف مليون اللي عنده ما كل عدد سكان قطر تسعين ألف مزورينهم مية وخمسين ألف وبالتالي اللي عنده تسعين ألف عدد سكان قداش بيطلع جيش داخل الكون تسعمية ألف وخمسمية تلات تلاف خمس تلاف حي السلم يعني وبالتالي إذا من في الجيش السوري ما في حدا تاني طيب فإذا الفرنسي ببدو يعمل حسابات حسابات بس بدي يقول بسوريا خلص قدرنا فإذا أن نمد يدنا للأسد وذهب مدير المخابرات الفرنسي واستمع مدير المخابرات الفرنسي واجتمع مدير المخابرات الفرنسي طيب شو نصح بوتين لهولاند قال له بدكن دور سياسي دور سياسي بسوريا ما فيه في دور سياسي بلبنان وأنتم تتطلعون تقليديا لدور سياسي في لبنان وبعطين جيرو رايح جايي رايح جايي وبتكن بالرئاسي كويس أنا رايح أعطيك نصيحة أولا لا يمكن لرئيس في لبنان أن يكون إلا من الزعماء الأربعة هذا واضح أنه اتفاق وقد تبلغناه نين بين هالزعماء الأربعة في فرضية واحدة قد تمر الآن وهي أن يكون الرئيس صديقا لسوريا ولحزب الله يعني للمقاوم يحقق الأمن الذي نسعى إليه في وجه الإرهاب نحن غير متطلعين كروس لنلعب دورا على هذا المستوى وسندعم أي مسعى تقومون به إذا كان ضمن هذه السلة طبعا هون أنه على طريقة السود عينيها والعوجة عينيها والعنزي الله لا يهديك عليها أنه مين فيه؟ في عون وفرنجية فإذا مش عون فرنجية وإذا مش فرنجية عون والفرنساويين جايين كل دورهم عم بيقولوا أنه إذا عون مش راكي بتاعوا نشوف مين بيركب ما عم بيقولوا الروسي أنه هذا هو ويبدو يكون حليف لسوريا والمقاومة ومن الزعمة الأربعة أكيد مش سمير جعجع وأكيد مش أمين جميل فإذا دفعه باتجاه هذا جس النبض الفرنسي مع الأمريكي وجاء الأمريكيون إلى لبنان يجسون النبض وسألوا هون وسألوا هون وسألوا هون وطلعوا عبد نشعي وأعدوا مع فرنجية ورجعوا وكانت التفاعلات بالإيجاب الأمريكي كان يريد لهذا الاختبار أن يفيده بالإجابة عن سؤال هل أن السعودية رغم كل الكلام العالي السقوف باتت مقتنعة بالهزيمة وقابلة لتجرع كأس الأسد شو الاختبار أسد لبنان أنه قبل ما ندق الباب ونقللهم أسد سوريا خلي نختبرهم بأسد لبنان فإذا الفرنسي ما يخده على عاتقه يذهب الفرنسي بيجيب سعد الحريري بيجيب وليد جمبلات بيجيب فلان بيجيب علان بيطلع بينزل تنحط الطبخة بالتداول وبناء عليها يجسم نبض السعودي في التفاعل معها وهلأ صارت أمر واقع وبدأت في التداول تكون حقيقية طيب هذه الطبخة الحقيقية أول شيء خلينا نتفق عليه لم يرشح سليمان فرنجية من كنف معسكر الأعداء ترشيح سليمان فرنجية من مرشح من كنف الأصدقاء والروس في طليعة الأصدقاء هلأ الروس مرأوا تمريرة فرنسية لأن هذا ضمن إطار تقاسم الأدوار على مساحة منح الجوائز ممكن إيران كانت تعطيها لكن بيكون إيراني الطرح والآن هو روسي هذا أول باب البند الثاني اللي بدنا نثبته لما بيكون الكلام الروسي أن الرئيس بهويته منتمن لخيار منتمن لخيار يطمئن سوريا ويريح المقاومة لما ولايتي بيكون إيجا ليثبت نفس العنوان هذا يعني أن النصر ببعده الجوهري ببعد الأمن القومي ببعد الصراع مع مشروعي إسرائيل والإرهاب قد تحقق في الرئاسة أنه شو يعني عم نقول أنه يا فرنجية يا عون يعني ممنوع يعني الرئيس جمهوري غير منتمي لخط المقاومة وسوريا مش هذا معناه؟ تخيلوا أنه هذا معناه تخيلوا هذا الحلم الذي كان حلما يا عم نحن الرئيس إيميل لحوج ابناء مطلوع الروح بمعركة دخلت سوريا وهي جيشها هون لا قدرنا فرضناه وعندما خرجت سوريا باتا متسلما به أنه خلص هذا زمن الرؤساء التوافقيين أنه نسخة مكررة عن ميشيل سليمان وكان حلم أن تصل الأمور إلى الحد الذي نحن فيه الآن أن الرئيس ممنوعا يكون خارج نطاق هذا الخط هذا إنجاز؟ نعم إنجاز هذا انتصار؟ نعم انتصار هلا نحن سوء تدبيرنا بحوله لهزيمة إذا بقلب معسكرنا انتصرنا بفرنجية فانهزم عون أو انتصرنا بعون فانهزم فرنجية بيكون الله يعطينا عافية أما في الأصل عون أو فرنجية مثل إذا قلنا رئيس المجلس نيابي الرئيس نبيه بري أو النائب محمد رعد إيه شو بيتغير؟ الخط هو الموجود والآن في الرئاسي هيك بس إذا رحنا حزب الله تصرف بكبار ألا الرئيس بري ما صار فيه خسارة ربحنا الآن مطلوب أن يتصرف الاثنان بكبار يعني العماد عون والنائب فرنجية طبعا مطلوب من النائب فرنجية أكثر من العماد عون ليش؟ لأن العماد عون هو المرشح أولا لأن العماد عون هو الزعيم الأول بين المسيحيين لأن العماد عون هو الذي خلق البيئة المسيحية التي تحمي الآن وتحتضن الآن من غير تقليدها التاريخي خيار المقاومي والعلاقة مع سوريا اللي بمثله النائب سليمان فرنجية واللي وجد نفسه في بحر من التأييد بسبب وبفضل المواقف التي أخذها العماد عون فتحلو أبواب المسيحيين للخط عم بحكي للفكرة للعلاقة مع المقاومة ومع سوريا وبالتالي المنطقي أن المطلوب كي لا يخرج من هذه المعادلة خطنا متشضيا أي مهزوما أن تتكامل الجهود ليكون العماد عون والنائب فرنجية صف واحد كيف؟ الخطوة الأولى أنا بدي حيي النائب فرنجية على ما قاله في الأيام الأخيرة شو قال؟ وطبعا محييه عطول بس عمقول هلأ بالتحديد وبالتخصيص اجري واجري عون سوا مبروح على انتخابات عون مش نازل ينتخبني فيها قولا واحدا بدون ما حزب الله يكون حاضر هو والعماد عون ويحطه اسم سليمان فرنجية بالسندوق سليمان فرنجية ما بدي عم الرئيس هذا موقف عظيم هذا الموقف يريح جمهور التيار الوطني الحر الذي يريد سمير جعجع وتريد المخابرات الأجنبية أن تعبث به لتقول له انظر بحلفائك انتوا سمعتم بارح السجعان أزي شو عم بيقول؟ عم بيقول اهنئ حزب الله على موقفه الثابت مع الجنرال عون وأهنئ الجنرال عون على حسن اختياره لحليفه يعني عم بيقول انه نحن اللي ما بنسوى لانه اخترنا حلفاء ما بيوفوا مع حلفاء بس الجنرال عون عرفي نقي حليف وفي هذا عظيم ترسيخ فكرة وفاء المقامة لحلفائها ترسيخ فكرة ان رهان العماد عون على هذا التحالف كان رهانا بمكانه هذا ممتاز لان الذي يشتغل عليه الاعداء هو العكس ان يقولوا لجمهور العماد عون شفتوا شو عمل فيكن؟ اخدكن عند حزب الله واخدكن عند سوريا مبسوطين ليكم من خانكن ليكم من باعكن حزب الله المقاومة اهل المقاومة سوريا النائب فرنجية في قلب هذا المعسكر لا يخونوا ولا يبيعوا ولا يتخلوا والعماد عون لو ما في رئاسي لم يتسني باقي هو المرشع الى ان يفتي هو في الامر هلأ هون عم نحكي نقطة ثلاثة نقطة اربعة سمير جعجع مضروب عراشو لانه سمير جعجع شو عم يتصرف؟ سمير جعجع عم يتصرف على اساس من سيارة الشارع المسيحي بعد العماد عون بعمر طويل شو بيقول سمير جعجع؟ بيقول اذا هلأ عون تفاهمه فرنجية وركبوا الترشيح لفرنجية واخد العماد عون ما يرضي تياره وما يعزز زعامته في الشارع المسيحي وهذا بيعني اسليمان رئيس ومعه دعم التيار خلاص تسكر الشارع المسيحي لسليمان الفرنجية والتيار الوطني الحر وزربونا بالبيوت وبعد منها لن تقوم لنا قائمة لذلك خلينا نفركشها ونقول لا نحن منرشح العماد عون ومن نشعر جمهور التيار الوطني الحر هيك انه سليمان فرنجية ايجا ياخدها من ايدهن نحن ردينا لنياها الرد تصرف سليمان فرنجية اذا فكر سمير جعجع اذا فكر تفكير صادق بان يرشح العماد عون ساسبقه الى هذا الترشيح تعالوا الى بكركي وهذا الكلام بعته برسالة مع البطرك قال له قلهم اذا بيجتمعوا سامي جميل وسمير جعجع برئاستك لاعلان ترشيح العماد عون انت تستطيع ان تضع اسمي حاضرا وان اكون فورا من يعلن الاتفاق يلا ما منتخلى عن عون في هذه الحالة لانه بصير عنا فرصة نقول لكل المسلمين هؤل المسيحيين اتفقوا الاربع الكبار المسيحيين متفقين وعندهم مرشح واحد وغير هالمرشح ما فيه ما في حدا بالبلد يقدر ما يعطي العماد عون طبعا انا تقديري ان جعجع لن يجرؤ وانه يلعب لعبة مناورة وانه المال السعودي والاوامر الامريكية بتضبط بيعد طيب ما فيه في طرح جعجع يعني فيه فرصة ليكون العماد عون حوله اجماع مسيحي اول المجمعين سيكون سليمان فرنجيه ما فيها الفرصة باقي عون وفرنجيه المرشحان عظيم هون دور المقاومة بعد ان يرشح سعد الحريري رسميا لانه قال له شو اللي عم تنفخ على اللبن قال له الحليب كاوينه سعد الحريري قعد ثلاثة شهر يتحاور هو والعماد عون ويقول متفئين 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 بالاخر كبس السعودي عزر بطل ما فينا هاي اللعب يلعب معنا مرتين بده يطلع ويعلن رسميا انه يتبنى ترشيح النائب سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية وانه هذا حل وهدي تسويه وهدي فرصة ويلاخري عندها سيجتمع العماد عون والنائب فرنجيه مع سيد المقاومة بحطوا على الطاولة لأمور نحن عنا مرشحين والآخرين هني ناخبين عظيم سعد الحريري يعمل رئيس حكومي بالحالتين رح يعمل رئيس حكومي يعني ان اجا العماد عون رئيس جمهورية وان اجا سليمان فرنجيه رئيس جمهورية سعد الحريري بدي يعمل رئيس حكومي كويس قانون الانتخابات بالحالتين ان اجا العماد عون رئيس جمهورية وان اجا سليمان فرنجيه رئيس جمهورية في قانون انتخابات لا يتخلى عنه فريقنا أن يكون فيه للنسبية مكان أساسي حتى ما نعلي السقف ونقول مثل ما عم بيقول بعض أصدقائنا وزملائنا لبنان دائرة واحدة والنسبية وإلا لا رئاسة لا مش هيكله أمور الأمور أنه النسبي يجب أن تدخل على جسم العملية الانتخابية بما لا يقل عن نصف المقاعد ومنه ورايح ناخده منعطي هذا إن كان العماد عون وإن كان فرنجي شو بيبقى؟ بيبقى إذا العماد عون رئيس منطقي أنه هو مش بحاجة وما بيقدر يطلب أصلا أن يسمي هو قائد الجيش لأنه رئيس جمهورية هو القائد لعلى القوات المسلحة فبالتالي محقق سيطرته وسطوته سلطته على الجيش بوجوده في الرئاسة وهو ابن المؤسسة يعني شبه حاجة إلى وساطة اثنين ما في ياخد حقيبة مثل المالية مثلا إذا هو رئيس جمهورية حتى الحقائب السيادي ما في ياخدها الحقيبة العائدة للموارنة يبدو يرضي فيها الذين لم ينالوا الرئاسة فبدو يقول العماد عون إذا أنا رئيس يا فرنجية أنت وزير داخلي وببدو يقول أنا أكتفي لتياري بخمس حقائب والباقي بدي أعطي لأمين جميل يعني للكتائب وبدي أعطي لقوات وثلاثي لفرنجية ثلاثي قوات ثلاثي كتائب تسعة وست عونيين هاي الخمسة عاش العونيين يعني فيهون واحد تاشناق طبعا تكتل تغير والإصلاح وخمسة تيار عالي هاي سل وفيه مابيلة سلي تاني إذا إجا فرنجية رئيس تيار الوطن الحر بدو حقوقه أولا وزارة المالية الوزارة السيادي وتبطل دخليه بهالحالة بتصير وزارة السيادي للموارنة هي المالية والمالية لأنه التيار الوطن الحر فع شعار الإصلاح والتغيير ولأنه عنده كشف حساب على المصالح المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية قائد الجيش بصير لا بسلي فيه تعديل قانون الدفاع بما يسمح باستدعاء ضابط من الاحتياط وتعينه قائدا للجيش يعني شامل روكوس بدو يعمل قائد جيش وجبران باسيل بدو يعمل وزير مالي هو ما فيه يعملون التيار الوطني الحر إذا العماد عون رئيس جمهورية بس هو فيه يعملون إذا سليمان فرنجي رئيس جمهورية شو عم نقول بالحصيلة؟ وإنه بدو يكون فيه 7 أو 8 حقائب ساعة للتيار الوطني الحر بدل الخمسة عم نقول أنه يجب أن يشعر الفريق الآخر يعني سعد الحريري أن المجيء بالعماد عون كلفته عليه أقل حتى نرغبه طالما هذا من الشحن رأم واحد وأن كلفة المجيء بسليمان فرنجي أكتر ليش؟ لأن إرضاء العماد عون ببديل عن الرئاسة مستحيل يتم إلا بحقائب وزارية كمينية ونوعية وبموقع مثل قيادة الجيش وبالتالي أن يشعر العماد عون أيضا ربما بهذا العرض أن سليمان فرنجية في الرئاسة أفضل من وصوله هو للرئاسة يعني أنا إذا محل العماد عون وعم طلع بقول يعني الأعمار بياد الله وبقول الله يطول بعمرك جنرال بس بقول بالآخر ما حدا بيضمن الست سنين باقي فيهم بالرئاسة ونقدر يعمل فيهم المحجزات بس إذا بيقدر يضمن شامل روكز قائد جيش وجبران باسيل وزير مالي ومعهم طاقة واتصالات يمكن وأربع حقائب تانيين التيار بيمسك زعامة الشارع المسيحي بمظلة سليمان فرنجية الرئيس هون هذه المعادلات الودودة الرحومة القائمة على الشراكة القائمة على التكامل القائمة على أننا فريق واحد القائمة على نقل الإرباك إلى الملعب الآخر بدلا من أن يربكنا فليربكوهم أنا بعتقد أنه هيك منكون النصر بقي نصرا بل صار نصرا مكعبا فربحنا الهوية الإقليمية والدولية للرئاسة وربحنا قانون الانتخابات وربحنا الشراكة بين الحلفاء فاصل ونذهب إلى القسم الخامس من الحلقة الأقاليم إقليم المغرب ماذا في ليبيا بعد الفاصل أحبائي هذا القسم الخامس من حلقة اليوم الأقاليم الأقاليم العربية كما نعددها في كل مرة أربعة أقاليم إقليم بلاد الشام إقليم الجزيرة والخليج إقليم واد النيل إقليم المغرب إقليم المغرب قلنا هذه الحلقة سنتوقف أمام الوضع في ليبيا من زاويتين الزاوية الأولى هي الحديث عن اتفاق تم التوصل إليه وتم إعلانه وجلسة لمجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري مخصصة لمناقشة الوضع في ليبيا واضح أن هذا الاتفاق حتى الآن لم يحظى بالموافقة اللازمة من الأطراف الفاعلة في الساحة الليبية وأقصد بالأطراف الفاعلة الأطراف المقاتلة بوجه داعش وبوجه المجموعات الإرهابية الذين تم التشاور معهم حول الاتفاق هما المجموعتين السياسيتين المجلس النيابي والمؤتمر الوطني يعني التيارين الليبرالي والأخواني تيار الأخواني في المؤتمر الوطني والتيار الليبرالي في mjolnواب والتياران لا يمثلان حقيقة القوة اللازمة القادرة على مواجهة الإرهاب الأخوان المسلمين هم تداد تركي ومشكلين بسورة أو بأخرى حضاني لداعش وبشراكتهم في العملية السياسية ستنفجر أي عملية سياسية وما نحذر منه على هذا الصعيد النقطة الأولى أنا اتناولت ليبيا لحتى أول ثلاث نقاط اللي بدي أحكيها وبسرعة النقطة الأولى هناك محاولة أمريكية غربية لتعويض تركيا الخسائر التي منيت بها في سوريا وصولها إلى الطريق المسدود في محاولة وضع اليد على جزء من الجغرافيا السورية فشلها في أن تكون شريكا في مستقبل سوريا وفي الدولة السورية عبر جماعاتها الذين تدعمهم وتسلحهم وتحميهم هذا الفشل التركي لما في نصرة بكرة بالدولة السورية وما في أحرار الشام بالدولة السورية وما إلى علاءة بالحوار وما في جماعة المخابرات التركية شغالين بقلب اللعبة المستقبلية لسوريا وما في وضع خاص على الحدود التركية السورية تحت عنوان منطقة آمنة أو تحت عنوان خصوصية للتركمان هذا الفشل التركي الذي سيتعمق أكثر ويزداد أكثر هناك محاولة لتعويضه بثمن يعطى لتركيا في ليبيا وهذا الثمن له علاءة خطرة بمصر لأن المشروع الأخواني الحقيقي لما بتربحه بليبيا وبتفوته على اللعبة السياسية تحت عنوان الحرب على الإرهاب وهو لن يحارب الإرهاب فأنت تمنحه موطق قدم للانقضاض على الداخل المصري فش راح تصير مصر؟ راح تصير مصر مطوقة من أربع اتجاهات بالأردن الأخوان نشطين وحاضرين بسينا الأخوان وداعش حاضرين بغزة الأخوان حاكمين باليمن الأخوان شركاء هم والسعودية في لعبة واحدة حزب الإصلاح هو الحزب الأساسي بكل حكومة منصور هادي والقاعدة ميليشيا تقاتل في الميدان ومسيطرة على أجزاء أساسية من اليمن باقي ليبيا إذا أكملت طوق على مصر من ليبيا يعني عم تحط مصر بدائرة الحصار وبالتالي تركيا موجودة هون وهون 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 موجودة بأخوان اليمن وموجودة بأخوان الأردن وموجودة بأخوان حماس وموجودة بأخوان ليبيا هذه المحاولة تعني تخريبا لمصر وتخريبا لشمال إفريقيا هون نقطة تانية اللي بدي انتقل لها هي تسجيل عتب عتب كبير على الأخوة في الجزائر لأنهم حتى اللحظة لم يقيموا حدا فاصلا مع الأخوان المسلمين ما فيكن تقاتلوا تنظيم القاعدة في الجزائر بفتح الخطوط أمام الأخوان التجربة السورية والمصرية تقول إن البداية تكون أخوانية ثم تتفرع منها نصرة وتتفرع منها داعش خذوا العبرة من تجربة مصر وسوريا ولا تكرروا التجربة أغلقوا الأبواب للأخوان من ليبيا كي تتمكنوا من حماية الأمن الجزائري وبرجع بعيد نقطة تالتي الجزائر ومصر معنيتان بأمن ليبيا بطرد التركي من ليبيا بعنوانيه الداعشي والأخواني والجزائر ومصر قادرتان وأنا أتحدث عن ما أعلم أنه في ليبيا من ينتظر تعاونا مصريا جزائريا حقيقيا في فرق من الجيش ناطر المصريين والجزائريين الجبهة الغربية كلها الآن اللي فيها قوات مسلحة من الجيش الليبي ومن الذين انضموا إليه من القبائل ومن الذين انضموا إليه مما سمي في الثوار في مرحلة البدايات هذه المنطقة الغربية اللي هي على حدود مصر وأطرافها الجنوبية تصل إلى الجزائر هذه المنطقة الغربية تنتظر تفاهما مصريا جزائريا لتكون منصة هذا التدخل وإذا تم هذا التدخل يستطيع أن يأخذ في طريقه أن ينظف هل هنم سيطرين داعش عم بيوسعه وعم بياخده بلدات وقرى وطلال وسرت على أبواب أوروبا والهروب من سوريا والعراق بدأ الإعداد له ليكون البديل هو في ليبيا فإذا تركت ليبيا الحبل على الغرب ستستفقون في يوم من الأيام وأمن الجزائر وأمن مصر وأمن تونس حكما وأمن أوروبا مهدد من ليبيا ليبيا مليون كيلو متر مربع عم نحكي اليوم عن سوريا 180 ألف كيلو متر مربع تخيلوا الفارق ليبيا خمس أو ست مرات أكبر من سوريا مساحة وما فيها ناس عدد سكانها 6-7 ملايين سوريا 23 مليون على 180 ألف كيلو متر مربع لدينا مناطق شاسعة بدون سكان فما بقى ليبيا هذه الصحراء تبتلع جيوش وبالتالي سيصبح الباحث عن المجموعات الإرهابية كالباحث عن إبرة في كومة قاش انتبهوا لليبيا هذه هي الرسالة أكتفي بهذا القدر عنها لننتقل إلى القسم السادس والأخير من هذه الحلقة أسئلة وأجوبة ماذا عن استحقاقات نهاية العام أحبائي هذا القسم الأخير من حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة جوزنا الوقت كتير لذلك أنا مضطر أني أختصر إن شاء الله بحلقة قادمة يبفسر أكثر بمعنى استحقاقات نهاية العام لكن حطوا قدامكم هيك وسجلوا نهاية هذا العام يبدأ تنفيذ المفاعيل المالية للتفاهم النووي الإيراني 150 مليار دولار من المستحقات من الأرصدة معها رفع إنتاج النفط معها 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 2- ينفذ آخر بند من بنود الاتفاق الخاص بأوكرانيا 3- يبدأ تنفيذ رزنامة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 4- عندنا اتفاق اليمن 15 شهر اجتماع في جناف ويليه آلية تنفيذية عين وزير خارجي جديد لإعطاء دفعة للعملية السياسية في اليمن لأن الحرب الدائرة على الحدود السعودية اليمنية باتت فوق طاقة السعودية على التحمل سوريا اجتماع 18 بنيويورك بعدما شرحنا ما شرحنا وكيف أن الأمور لم يعد فيها مكان للترف والوقت ينفذ لبنان إذا أخذنا كل هذه العناصر بعين الاعتبار من حقنا أن نقول أن العام القادم بما هو عام الانتخابات الأمريكية يريد الأمريكيون أن يذهبوا إليه وقد وضعوا كل الاتفاقيات وكل التسويات على سكك التنفيذ ليكون العام 2016 عام إنجازات للإدارة في الميادين المتعددة للمعارك والاشتباكات والتسويات ويتمكن فيها الحزب الديمقراطي من امتلاك فرص الفوز في العملية الانتخابية نكتفي بهذا القدر من حلقة اليوم من برنامج ستون دقيقة وإلى اللقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة